رأى غبطة كيريوس كيريوس توفلوس الثالث بطرياركو المدينة المقدسة وسائر أعمال لأردن وفلسطين حفلة تخريج طلبة الثانوية العامة لمدارس بطرياركية الروم الأرثوذكس في مادبة والزرقاء والفحيص وعمان حضر الحفلة الذي أقيم على مسرح قصر الثقافة بمدينة الحسين للشباب المطران خريستوفوروس وعددون من كبار المسؤولين وذوي الطلبة وفي كلمة لغبطته قال فيها لقد خرجت مدارس البطرياركية للوطن رجالات بعقل منفتح وحر وخلاق ساهموا بخلق أجيال بنات للغد داعين الطلبة لأن تبقى مدارسهم محققة لرسالتها للدمج بين العلم والروح والأخلاق والحفاظ على القيم الإنسانية والوطنية وخاطبت المديرة العامة للمدارس الأستاذة لينم دنات الطلبة قائلة أنتم أبناء هذه الأرض المقدسة التي كانت منبع العلم والحضارة فافتخروا بأردنكم وحملوا علمكم وكونوا أحسن سفراء لوطنكم تلا ذلك كلمة الخريجين التي أكدوا فيها التزامهم بالرشادات في رحلتهم الجامعية والعملية القادمة وفي ختام الحفل الذي تخلى له العديد من الأغاني والأنشيد الوطنية لكوران المدارس تم تسليم الشهادات للخريجين والخريجات وسط فرحة أهاليهم اشتركوا في القناة